وهلأ رح نبدأ بأولى فقراتنا معنا معكم لليوم بالفترة الأخيرة صار في شي دارج وشي اسمه زاوية أو حتى كورنر خاص ومميز مثلاً بغرفة الأطفال ممكن نعمل ركن خاص فيهم وبألعابهم وكمان ممكن بالصالون نعمل زاوية تراثية أو حتى عصرية كنوع من التغيير والتجديد وإضافة رون خاص للبيت وتغيير بنفس الوقت وضمن هاي الفقرة رح نعرف كيف منقدر نعمل هاي الزاوية ولكن بطريقة تقليدية وطبعاً بأقل التكاليف الممكنة مع مهندس الدكور آية لعنادي صار صباحك أهلا وسهلا فيك صباح خير أهلا وسهلا فيك يعني مثلما ذكرنا بالمقدمة صرنا نشوف بالترندات الجديدة صح فيه ديكور كلاسيكي ولكن فيه كورنر مختلف صح فيه مثلاً ديكور كل الألوان فيه رمادي أسود بني بس فيه كورنر بتحسي طلاطي العالم تاني مع ولا ضد هالترند وليس؟ أكيد طبعاً هلا اليوم نحنا ضمن فراغ واحد دائماً إذا كان بستايل كله واحد فنحنا رح نحس بشوية ملل بهذا الشيء فاليوم لما بتختلف الزوايا عندي بندخل استايلات جديدة هذا الشيء بيعطيك شعور بأنه انت ضمن فراغك الواحد انتقلت من مكان لمكان هذا الشيء عطاك شعور مختلف فأكيد هذا الاختلاف يعني بيعطينا احساس حلو وما بيخلينا نمل من الفراغ الواحد من الديكور الموجود ضمن المنزل طيب هل ممكن الكورنر يلي نحنا جهزنا أو صممنا أو عملنا يكونهم مواكب كل سنة ولا لازم كل سنة نعمل شوية تغييرات لحتى نشوف الأشياء الجديدة ونضيفها أو نشيلها صراحة هذا الشيء يرجع حسب الشخص إذا هو يفضل دائما يكون هناك هذا التجديد أو التغيير يواكب مثل ما قلت أو لا بس طبعا أكيد يعني هذا الشيء بيكون شيء لطيف إذا نحنا مع الموضة بنقدر نغير ونواكب طيب في أحيانا بيكون شغلات رفيعة جدا بالدكور يا بيكون كثير حلو يا أما خلاص طلعت وبلا أحسن أحسن شو القواعد العريضة إذا أنا ردت بصالوني أعمل كورنر مميزة على شو لازم أنتبه أكتر شيء حال أكتر شيء أنا لازم أنتبه على تناغم الألوان بالبيت يعني ما يكون كثير ألوان متضاربة مع بعضها وكيد طبعا يكون الستايل متناسق مثلا مع بعضه ضمن الألوان ضمن الأشكال طبعا أنا بدي راعي المساحة اللي بدي حط فيها هذا الشيء ما يكون شيء كثير كبير وأنا مساحتي صغيرة فهي هيك تفاصيل بسيطة بس الواحد هيك يقدر يعمل شوية تنسيق بسيط للألوان بتكون الأمور يعني ظريفة متناسقة مع بعضها تمام خلينا ننتقل هلأ للنقطة يلي إحنا بنجهز في الكورنر ولكن إحنا أخذها على شقين ممكن شق للأشخاص يلي قادرين هنو دائما يواكبوا الموضة ويجددوا والأشخاص يلي لا ما فيه إمكانية نحنا بنجدد ولكن ضمن الموجود يعني يجود بالموجود بتعديلات بسيطة خلينا نبلش بالنقدر نعمل كل مرة شو من ضيف وشو لازم نعمل هلأ يلي قادر طبعا إنه هو يجدد ويشتري أغراض جديدة فنحنا عنا يعني كل سنة عم نتفاجأ بكمية الأفكار والتصميمات الجديدة يلي عم تنزل إن كان من ناحية الألوان من ناحية أشكال الفرش الجديدة اليوم حتى يعني كمان في استغلال المساحات عم يكون بطريقة كتير جديدة أما بالنسبة للتجديد يلي نحنا ممكن نعمله فهو نحنا أنا ممكن أطاع الفرش إذا عندي كرسي عندي كنباية أنا ممكن أرجع عيد تنجيد لقماشة تبعه حتى اليوم في بتلاقي مثلا عالم هني بس بيغيروا ألوان لمخبضات يلي عندهم فهذا الشي بيعطيهم يعني بشكل جديد تماما للبيت ممكن عن طريق تغيير السجاد ممكن عن طريق وضع مثلا هيك عنصر إنارة جديد بالمنزل هذا كله طبعا بيغنيلي الفراغ ممكن نخلي أي شخص عم يفوت أنه في شي مغير ببيت شل تغير طبعا نلاحظ أنه يتغير تماما حتى ممكن عن طريق نحنا أنه فقط نغير لدهان تبع هاي الغرفة وتبع هاي المساحة فكمان هاي شغلات بسيطة بس تعطيني تجديد يعني كمير لبيت حابين بقى نبدل تبديلات خفيفة نشيل أو نضيف التبديلات خفيفية مثل ما حكنا نطري تبديل ماشي ممكن يعني بتكلفة قليلة أو حتى إعادة توزيع الفرش بهذا الفراغ يعني اليوم مثلا أنا بفضل يكون دائما فرشي هو عبارة عن قطع وليس قطع كبيرة حتى أنا مع الوقت أقدر أتحكم فيها وحركها بداخل هذا الفراغ فكمان هذا كله يعطيني تجديد لفراغي حتى ممكن نشيل وضيف يعني الأشياء اللي بعيدة قربة والقريبة بعدها طبعا غير المكان القاعدة مثلا إبرم القاعدة اللي جهة معينة أعمل مثل أضع كرسيتين بزاوية هنه كانوا مضمومين لقلب هاي القاعدة أنا شيرهم ونحطهم بزاوية مثلا مع لوحة هذا كمان يعطيني تجديد لفراغي ويأتي رب الأسرة بيقول لزوجته على أساس غيرتي يعني شلتين الكرسين من هون حطيطين هون وفعلا بصور تغيير تحسين غرفة كلها البيت صح وما بيعجبنا ونرجع للأدين أسبوع ونرجع للأدين هاي هي العادة طيب في مواسم معينة بيكون الكورنورفية متغيرة بتذكر مثلا جاينا على رمضان حلو نعمل زاوية هاي رمضان فيها فانوس فيها سجادة الصلاة فيها المسبحة القرآن الكريم وتمر وهالأصاص كلها هلأ نحن جاينا على موسم الكريسمس ورس السنة شبطا صحيح كل اللي عم تابعونا يعملوا كورنور صغيرة اللي نفطر الطاولة خلينا نسميها شو الأخطاء المرتكبة لما أنا بدي إعجئة مثلا ولا لازم أضع قطعتين ثلاثة بتوحي بالمناسبة طبعا هلأ أكبر خطأ هو العجئة اللي بتصير وخصوصي كمان بشجرة الكريسمس يعني اليوم في كتير عالم بتحطها بس بتلاقي كتير عجئتها بالزينة وحتى حواليها اللي بيحطوها مثل تحت هاي الزينة طبعا لأنحنا بننصح أنه يضل شيء سيمبل يضل شيء بسيط مع إضافة شوية عناصر بالبيت بسيطة مثل وردة الكريسمس مثلا اللي كلنا بنعرفها أو هذه الشغلات لحتى تعطيني هذا الإحساس بالكريسمس مشارط أنا زاوية واحدة عجئة وخليتكم كثير يعني مثلا فيها زينة ممكن بشغلات بسيطة توحيلي بأنه أنا هلأ جو الكريسمس وعمل شيء مختلف ببيتي أو حتى في عالم تكتفي أنه هي طاولة المصد حط عليها شوية زينة أو غطى غطى مثلا باللون الأحمر على شكل يعني تلج على الكريسمس تماما يعني ممكن شغلة بسيطة أنا تكفيني بالبيت تغنيني عن العجئة اللي ممكن تصير تماما ممكن بعض الأشخاص بحبوا دائما فيها زاوية تكون مخصصة إن كان للطابع التقليدي أو حتى التراثي شو الأشياء اللي لازم أضيفها حتى فعلا بيين هذا الطابع للأشخاص اللي ممكن عندي بالبيت إنه هذا طابع تقليدي هاي الزاوية شي تراثي أكتر شو الإضافات اللي لازم تكون موجودة هلأ طبعا بداية أنا هي الفرج ممكن نحن يكون أنا في عندي كرسي تراثي طاولة تقليدية مثلا من الطاولات اللي نحاصل المعروفة خلينا مثلا نحكي عن الشرقي بس اليوم طبعا هذول الشغلات هني تكلفة عالية في عالم تلك أنا بدي انقل هذا الشي بدي انقل صورة الطابع الشرقي بس أنا بدل ما أتكلف فنحنا فينا اليوم إنه أنا مسلا عندي كرسي نجد له ماشته عملها هي ماشة شرقية مع طاولة صغيرة جنبها وممكن برواز شرقي فأنا هذا الشي كتير رح يحسسني لما حدا يفوت لحس إنه هون عنجد هاي الزاوية شرقية بغض نظر عن البيت إذا كان مودرن أو شرقي فبهيك شغلات بسيطة نحنا ممكن يعني ننقل هذا هاي الروح الشرقية طبعا وما نقول أبدا يعني أنا بعرف في بعض المشاهدين عم يقولوا نحنا الكهرباء ببيتنا ما عم تجي لنعمل هاي الزاوية لحتى نقعد نضوية ونعمل له إنارة ونجيب هالأصص كلها الأصص ممكن تكون مالا مكلفة أبدا ممكن شغلات موجودة عنا بالغرفة الثانية اللي هي مسكرة بس للظوف نجيب قطعة مننا نحطها بالصالون تكون تغيرت كل الزاوية طيب في خمس خطوط عريضة للديكور اليوم الكلاسيكي الأصلي المودرن الكلاسيكي اللي نجي نحنا مثلا الخشبي اللي جايين على قصص تانية وتفرع منهم كثير ترندات تانية إذا بيتي أنا كثير مودرن وبيدي شيء أوريانتال فيه ماذا سوف أقوم بعمل؟ الآن لدي كذا خيار ممكن أن أضيف كونسول شرقي بزاوية معينة أو عند الدخول من البيت بالأنتراس تماما لما أحد يدخل عندي أنا بحس بهذا الإحساس الشرقي لكن باقي البيت هو مودرن ممكن مثل ما حكينا قبل شوي أنه نحن نعمل زاوية مثلا كرسيتين مع لوحاتهم حتى ممكن في بعض الأحيان هنما لم يضيفوا قطافرش بس عم نضيف حيث هو عبارة عن لوحات أو عن شغلات حاسية هاي أنا عم تلبق مع بيتي المودرن لأنه هي ألوان مثلا تكون ذهبي فضي بتلبق مع أنا شو ما علي عامل بس بنفس الوقت رح يكون هو يعطيك هذا الإحساس الشرقي فبشغلات بسيطة أنا قادرة أنه بدون ما عجق بدون ما حط فرش كامل أو بدون ما حط هدول القطع الأسارية الكبيرة جدا أنه أنا وصل إحساس الطابع الشرقي بهاي الزاوية تماما و اللي يحبو الموجود عنده فهو لا يقصر فهو يجهد الزاوية بالأشياء والإكسسوارات اللي هو يحبها طيب خلينا نحكي عن الأخطاء الشائعي اللي ممكن يرتكبوا بعض الأشخاص بترتيب هاي الزاوية أو هذا الكورنر اللي هنو مجاهزين ضمن البيت هلا أول خطأ نحي يعني ممكن الشخص يوقع فيه هو أنه شوي يخطأ بإختيار المكان طبعا يعني اليوم مثلا بتلاقي معروف أنه القطع الفرش الشرقية هي قطع كبيرة يعني ضخمة بتكون فممكن يدفوه هنه سالون صغير طبعا يعني هذا الشي خطأ هاي الأساس بتدمسها حتا إذا ما كان في أنا عندي هاي المساحة فأنا مضطرة استعمل شيء صغير ولكن أعطيه الروح الطابع الشرقي وطبعا ننتبه لموضوع أنه لا تتضارب ألوانه مع ألوان مثلا باقي الفرش الموجود عندي هلا هو نحن ممكن نستعمل لون مختلف ولكن لا يكون لون كثير متضارب معه حتى أنا أقدر يضل في عندي تناظم بين الفراغات حتى لو كانت كل زاوية لحالها اللون عنصر مهم جداً طبعا يعني إذا عرفنا نستخدمه بشكل صحيح نكون عم نلعب بلوحة فنية متكاملة هذا الذي سنحكي عنه بعد قليل شكرا لو وجودك معنا شكراً كثير لك يا أهلاً وسهلاً فيك شكراً كثير لك يا أهلاً وسهلاً فيك